هرم حضراتكم الاسحح الرابع عشر من رسالة معلمنا بولس الرسولة لأهل رمية بركاته فالتكن معنا أمين ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار واحد يوماً أن يأكل كل شيء وأما الضعيف فيأكل بقولاً لا يزر من يأكل بمن لا يأكل ولا يدن من لا يأكل من يأكل لأن الله قبله من أنت الذي تدين عبد غيرك هو لمولاه يثبت أو يسقط ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته واحد يعتبر يوماً دون يوم وآخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله الذي يهتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله لأنه ليس أحد مننا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن موتنا فللرب نموت فإن عشنا وإن موتنا فللرب نحن لأنه لهذا مات المسيح وقام عاش لكي يسود على الأحياء والأموات وأما أنت فلماذا تدين أخاك أو أنت أيضاً لماذا تزدري بأخيك لأننا جميعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب إنه ليس تكسو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله فإذن كل واحد مننا سيعطي عن نفسه حساباً لله فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً بل بالحر يحكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة إن عالم متيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجساً بذاته إلا من يحسب شيئاً نجساً فله هو نجس فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة لا تهلق بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله فلا يفطر على صلاحكم فلا يفطر على صلاحكم لأنه ليس ملكوت الله أكلاً وشرباً بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضاناً لبعض لا تنقض لأجل الطعام عمل الله كل الأشياء طاهرة لكن شر للإنسان الذي يأكل بعثرة حسن أن لا تأكل لحماً ولا تشرب خمراً ولا شيء يصطدم به أخوك أو يعطر أو يضعف لك إيمان فليكن لك بنفسك أمام الله طوبة لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه أما الذي يرتاب فانأكل يدان لأن ذلك ليس من الإيمان وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية نعمة الله الآب تحلى على أرواحنا جميعاً أمين أنا شايف الإصحاح ده يعتبر مليان بالألغام بس مليان بالألغام الروحية اللي هي تنسب فينا أفكار قديمة أو أمور معطلة حياتنا ومعطلة فرحنا بالمسيح يسوع فالكلام اللي هنقوله النهاردة زي طبعاً كل أسبوع ما هوش رأي شخصي لضعفي ولكن هو كلام الروح القدس على لسان القديس بولس الرسول فأرجو أن الكلام ده يعني يعجبكم كلام بولس الرسول كلام الروح القدس باللسان بولس الرسول يعجبكم وإن لي مش هعجبه الكلام يبقى هو حر بقى يعني فده مش كلامي يعني بس يعني حبيت أقول المقدمة دي لأنه ربما تلاقوا أو غالباً يعني هتلاقوا أن الكلام في هذا الإصحاح مش هيبسط ناس كتير يعني خاصة اللي عندهم أفكار قديمة يعني نرجع رسالة بولس الرسول لأهل رمية الاصححات اللي فاتت قلنا لغاية اصحح 11 كان القديس بولس الرسول بيشرح لنا الأساس الروحي لموضوع التبرير في المسيح يسوع اللي بيقدي لسكن الروح القدس في حياة الإنسان وجه من الصحاح 12 13 14 15 16 للآخر بيكلم عن إمكانيات الحياة الروحية المبنية على سكن الروح القدس بالتبرير في المسيح يسوع يعني إيه الكلام ده واضح أن أنا قلت جملة طويلة قوي يمكن تكونوا تغط فيها يعني إحنا تبررنا الله الآيب بررنا في شخص المسيح كلمة بررنا تعني حكتين بررنا بمعنى إن هو غفر لنا خطيئنا وسطر عليها فبررنا من الخطيئ وبررنا بالمعنى الإيجابي إن هو حطنا في طريق حياة البر أو في طريق حياة القداسة فلما إحنا تبررنا في المسيح يسوع حل فينا الروح القدس وابتدى الروح القدس يدينا إمكانيات روحية هائلة عشان نعيش بها فإصحاحات 11 و 12 شرحناها تكلم عن بعض الإمكانيات الروحية أسأل إصحاحات 12 و 13 اللي فاتوا تكلم عن بعض الإمكانيات الروحية والنهاردة إصحاحة 14 بيكمل هذا الكلام بيتكلم أيضا بيكمل كلامه على الإمكانيات الروحية إيه الإمكانيات الروحية اللي يكلمنا عنها النهاردة قال يا جماعة في ضوء سكن الروح القدس اللي فينا وبقوته لأن إحنا أبرار في المسيح يسوع إحنا ممكن نبقى واحد ممكن الكنيسة تبقى واحد بالرغم أن فيه أعضاء متنوعة طبعا نتكلم عن تنوع المواهب قبل كده لكن النهاردة بيكلم عن حاجة قد يبدو أنها من المستحيل أنها تتحقق لو إحنا بصناها وعرفناها وشفناها في أيامنا دلوقت أيام بولس الرسول لما كان بيكرس في روميا كتكنيسة عبارة عن نوعين من الناس أساسيين مجموعة جاية من اليهودية أو يهود يعني ومجموعة جاية من الأمم فاليهود لهم نظام خاص والأمم لهم نظام تاني اليهود لهم نظام من جهة الأكل والأمم لهم نظام تاني من جهة الأكل اليهود عنده حاجات معينة ما يحبش يقولها الأمم عنده حاجات تانية ممكن يقولها واليهود ما يرضى شيء كلها كمان اليهود عنده أعياد معينة ومواعيد معينة ومنسبات معينة والأمم كان عنده أعياد تانية لما كان في العبادات الوسانية وأيام تانية فده عايز يعيد في أيام وده عايز يعيد في أيام طب إزاي تبقى كنيسة بالطريقة دي ده خلينا فكر والموضوع ده أكلم فيه بتفصيل في فرصة تانية هو فعلا ممكن الأرثوذوكس والكاتوليك والبروتستان يبقى كنيسة واحدة مع تعدد هذه الطواف وكل طيفها تحتها طواف يعني لو شفت الأرثوذوكس الأرثوذوكس على الفكرة مش طايفة واحدة الأرثوذوكس فيه أرثوذوكس من أتباع خلق دنيا وأرثوذوكس ليس من أتباع خلق دنيا قبل أن أرثوذوكس مننا شوية انه صحيح في بابا واحد وشكلنا كنيسة واحدة لكن تحت منهم تلاقي تقوس كتيرة ده تقس بيزنطي ده تقس غربي ده تقس شرقي ده تقس مش عارف ايه الاخر فالسؤال يا رب هو ممكن ده كله يتلام ويجي عليه يوم يبقى واحد اقول لك هو ده اللي عايز بالمسيح وده اللي صلى من اجل المسيح وده اللي بنسلي وهيحصل بالايمان هيحصل اريق قصة عن كنستين في شارع واحد وبعدين يعني مثل زي شارع او الصيد بتاعنا ده ففيه كنستين زي كنستنا كده والكنيسة اللي كانت قدامنا بتاعت البروتوستانت بس هم اللي اتنين ببروتوستانت يعني وبعدين ايه اتقابل اللي اتنين باسترز بتاع كنستين واقل لبعض يعني بدل ما الناس مقسومة شوية عندك وشوية عندي وانا بصرف عالكنيسة وبدفع ايجار وانت بتصرف وتدفع ايجار وانا بدفع كهرباء وانت بتدفع كهرباء وانت بتدفع كهرباء بتاعتنا وتبقى الخدمة اقوى وقوية بدل ما انا نص الكنيسة عندي فاضي وانت نص الكنيسة عندك فاضي تبقى كلنا كده مع بعض واحد فالفكرة عاجبت التاني واقالوا خلاص هنضم الكنستين جم يضموا كنستين مافيش شهر كده ولا شهرين قرروا ان هم يفصلوا كنستين ليه يفصلوا كنستين لما جم يصلوا ابانا الذي جماعة حافظين ابانا الذي فرجف سو اوار تريس باس از وي فرجف زو سو تريس باس اجانيس تاس والتانيين حافظنا فرجف اس اوار داتز از وي فرجف زو سو ار ديترز تو اص يعني ايه زي ما يقول واحد اخفل دينا اسامنا واحد يقول لا اخفل لنا زلاتنا حاجة زي كده يعني اختلفوا مع بعض طب ده عايزة ده ده مش عايزة يتنازل عن الترجمة بتاعته وده مش عايزة يتنازل عن الترجمة بتاعته المجموعة دي مش عايزة يتنازل عن الترجمة المجموعة دي مش عايزة يتنازل عن الترجمة قالوا نعمل ايه نفس الكنيستين تاني زي ما احنا بنصلى بنا لازل بالعربي هتبص تلاقي الناس يقول لك خبزنا كفافنا والناس تانيين خبزنا لازل الغد وربنا يصل ما يطلعش بعد كده مجموعة تبع خبزنا كفافنا ومجموعة تبع خبزنا لازل الغد حاجة الحقيقة يعني هي مش دحك يا محزينة جدا ان يبقى في جسد المسيح هذه العقلية اللي تسبب هذا الانقسام في الكنيسة فده حصل ايام بولس الرسول وده بيحصل حاليا وده اللي نفسنا ان احنا نتخلص منه عشان كده بقولك ان هذا الاصحاح مليان بالالغام او بالديناميت بس الديناميت الروحي اللي ينصف العقلية القديمة او ينصف الحاجات اللي معطلة الكنيسة في وحدتها او في الواقع وبينصف بعض الحاجات لانه في هذا الاصحاح لم يتناول كل ما يخص هذا الموضوع لكن عشان الموضوع يبقى كامل بخصوص الواحدة الكنيسية يبقى لازم ندرس حاجات تانية واصحاحات تانية انا اعتقد انتوا كده فهمتوا فكرة الاصحاح قبل ما انا يعني اشرحه لكن احب ان انا افوت في الاصحاح معاكم يعني كده بسرعة فضوء الكلام اللي انا قلته ولعل روح الله يكون شرح لكم فكرة هذا الموضوع وتقبلوا هذا الكلام ويكون سبب بركة في وحدة الكنيسة عاجلا ان شاء الله بيقول ايه بولس الرسول في صحاحة 14 في عدد واحد بيقول من هو ضعيف الايمان فاقبلوه لا لمحاكمة الافكار يعني قال يا سيدي افترد في حد ضعيف انت شايف في حد ايمانه ضعيف فوزت الكنيسة اقبلوا لا لمحاكمة الافكار يعني مش للجدل يعني مش هنقعد نجدل معه يعني مش همسكك ولا كنت بتقوم من البليل ازاي ولا انا بقوم من البليل ازاي بلاش نجدل بعض فطب ما تشرحينا معلم معلمنا بولس الرسول ايه الموضوع ادينا امثلة يعني الواحد يؤمن ان يأكل اي شيء في واحد فعقدته ان اي شيء ممكن يتاكل مسموح ان يأكل اي حاجة اما الضعيف فيأكل بقولا اتاري اللي هو بيأكل كل حاجة مفكر اللي فيجيتاريا يقولك انه ما كلش اللي بقول يبقى ايه من لا يأكل ولا يد من لا يأكل من يأكل يعني اللي يأكل ما يزدريش بل ما بيأكلش يعني يقصد اللي شايف ان العملية مفتوحة ويأكل زي ما هو عايز كله مسموح للأكل زي مثلا اكل الخنزير فاللي هو ضميره سمح له يأكل مثلا لحم الخنزير ملهوش ان هو يزدري باللي ضميره ما يسمح له يأكل لحم الخنزير مثلا يعني ولا يد من لا يأكل من يأكل اللي بقى ما بيأكلش مش من حقه يدين اللي بيأكل لأن الله قبله الموضوع اللي يأكل فيه ربنا ربنا قبله قبل اللي ما بيأكلش وقبل اللي بيأكل من أنت لازل تدين عبد غيرك يعني هو بيقول له واحد ده له سيد سيدنا هو الله هو اللي ليه سلطان انه يحاكم الناس انت مالك انت بقى تروح لعبد واحد غيرك وتقول له انت بتعمل غلط ولا بتعملش غلط هو اللي مولاه يزبط او يسقط ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته يعني هو ربنا اللي هيتعامل معاه وربنا هو اللي هيمشي في طريق الخلص فأصبح موضوع الأكل ده بولة الرسول بالديناميت الروحي بتاع الروح القدس ده نسفه انت مقتنع انك انت تاكل بقول ما لكش دعم اللي ما بيأكلش اللي ما بيأكلش اللي بيأكل ايه كل حاجة انت مقتنع انك بتاكل كل حاجة ما لكش دعوة باللي بيقول لأنه شكل غير بيقول ربما دي تبقى رأيبة قوة من موضوع ايه ازاي بنصوم الصوم وصية انجلية الصوم وصية انجلية لكن مش من حق اللي يصوم انه هو يدين اللي ما بيصومش ومش من حق اللي ما بيصومش انه يدين اللي يصوم دي حاجة بقى بينه بين ربنا مش الصوم بس ده في كل الوصايا افترض واحد ما بيصليش هو الصلاة دي غلط الصلاة مش غلط الصلاة وصية انجلية وضرورية لكن مش من حق اللي بيصلي يدين اللي ما بيصليش مش من حق اللي بيصليش يدين اللي بيصلي لأنه هو عبد المولاء انت مين عشان تدين عبد غيرك فاخدين بالك الفكرة ايه الفكرة مش بنتكلم هو صح ناكل كل حاجة ولا ناكل بقول بس ولا هو صح نصلي ولا ما نصليش مش هو ده الموضوع دلوقتي اللي بيكلم عنه بولوس الرسول لكن اللي بيكلم عنه بولوس الرسول انت مالكش دعوة انت مالكش دعوة بتصرف التاني وكل واحد حر في عقدته او في دميره بينه بالربنا حر بينه بالربنا يعني كان زمان قوي لو انها بطلت دلوقتي كان اخواتنا بروستانتي تريعا الارثوزوكس لما يلقوهم صايمين وبياكلوا فول يقول لك ان كان اكل الفول واد الجنة كانت العجول سباقتنا سمعناها كتير واحنا صغيرين هذا الكلام غلط غلط انه يطلع من فم حد غلط انه يطلع من فم حد وغلط ان انا ارثوزوكسي ابص الواحد بروستانتي اقول عنه وانه متحلل لو ما عندوش نظام في اكله اوش انا مالي انا مالي لو الفكرة دي تطلع من دماغنا ان احنا مش هندين الناس على عقدتهم احنا نتكلم مع الناس على من نؤمن به على شخص المسيح لو احنا هنكلم الناس عن شخص المسيح شخص الله القاب نكلم الله الناس عنه دهج معنا مع بعض لكن لو احنا هنبتدي ندين الناس ده بيأكل ايه وده بيشرب ايه وده بيصلي ايه وده بيصليش ايه وده لما بيصلي بيستخدم الطابلة وده لما بيصلي بيستخدم النقوس وتعود الكنيسة تتفصل عشان ده مسق طبلة وده مسق ناقص ولا ده بيدخل لكردن الكنيسة وده ما يدخلش لكردن الكنيسة الحاجات دي كلها سبب انقسامات في الكنيسة ومفروض ملهاش ملهاش داعي انها تكون موجودة تبساب انقسام من أنت الذي تدين غيرك هو عبد المولا يا سلام لو الفكرة دي ربنا يدخلها في قلوبنا احنا كمسيحيين ان احنا مين احنا ندين وصلت لدرجة انه يجي واحد يقول لك اه كاتوليك مش هيدخله السماء وراحت كلام للبابا شنودة اللي احنا نفسه وهو عايش قال مين انا اللي احكم ان الكاتوليك ما يروحش السماء انا مالي هو عبد المولا يزبط او يسقط والله قدر ان يثبته دي الفكرة اللي بتكلم عنها بقول لسي الرسول جميل الكلام واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم عند اليهود عندهم ايام معينة عند الامم يقول لك ايه لا يعني هتفرق ايه سبت من حد من اثنين من ثلاث كل الايام دي بتاعت ربنا ده ايام برس الرسول وما زالت هذه النغمات موجودة يعني فليتقن كل واحد في عقله الذي يحتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم يعني ايه المهم الدافع المهم الدافع انت هتهتم بيوم معين دافعك ايه انت مش هتهتم بيوم معين الدافع بتاعك ايه لكن هذه حاجة معكلة وربي أنا لم يحطیق متجه والذي يأكل فالرب يأكل لأنه يشكر الله والذي لا يأكل فالرب لا يأكل ويشكر الله المهم عايز تأكل يا عم من الأكل ده قل وشكر ربنا من أنتش عايز تأكل ما تأكلش وشكر ربنا الأهم أنك تأكل أو ما تأكلش أنك تشكر ربنا الأهم أنك تهتم باليوم أو ما تهتمش باليوم أن يكون عشان خاطر عشان خاطر ربنا لأنه ليس أحد من نعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته لأننا نعيشنا في الرب نعيش ونموتنا في الرب نموت فنعيشنا ونموتنا في الرب نحن لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات أما أنت فلماذا تدين أخك هنا المشكلة المشكلة في العقلية اللي بنسميها بالإنجليزي judgmental المنتاليتي judgmental judgmental يعني يعني دين واحد مقدموش غير إنه يدين لو شاف أبونا اهتم بحاجة معينة يقول لك أهل أبونا اهتم بالحكاية دي عشان قصده كذا 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 ويطلع قصده غلط طب أنت شعرفك إنه قصد أبونا كده هنا إيدانا هنا إيدانا الخزم الفلاني آه أصله هو كان واقف كويس في كنيسة علشان يوري للناس إنه هو كويس تمين قالك إنه هو واقف كويس في كنيسة علشان يوري للناس إنه قد دي إيدانا هو أصله ومش عارف عمل إيه هي أصلها عمل إيه علشان مش عارف إيه ونحط أسباب ونخترع أسباب حسب عقلنا وحسب فكرنا للأسف حسب الشيطان يزرحها وبعدين نبص إن لايه الكنيسة عمالة تتقسم والكنيسة عمالة تتباحتر والناس عمالة تتباحتر مش جرينين نحن بنحط عصرة في وسط الناس ليه عندنا عقلية إنها بالدين بالدين بدون حق يعني الوحيد اللي له حق إنه يدين الإنسان على أعماله وعلى دوافعه هو مين هو ربنا فبيقول كده إيه فأما أنت فلماذا تدين أخاك أو أنت أيضا لماذا تزدرب أخيك أننا جميعا سنقف سوف نقف أمام كرسي المسيح لأنه مكتوب أنا حي أقول الرب أنه لي ستكسو كل رجبة وكل اللسان سأحمد الله فإذا كل واحد مننا سيعطي عن نفسي حساب الله كل واحد سيتحاسب عن نفسه أنت تتحاسب عن نفسك وأنت تتحاسب عن نفسك وأنا ستتحاسب عن نفسي لكن أنت مش هتتحاسب عني لو أنت تتحاسب عني تعالى دني دلوقتي لكن أنت مش هتتحاسب عني أنت مش هتتحاسب عني نفس الحكاية أنت مش هتتحاسب عن أختك أختك مش هتتحاسب عنك أنت مش هتتحاسب عن أختك أو صاحبتك فكل واحد هتحاسب عن نفسه قدام كل واحد هتحاسب عن نفسه وما حدش له حق دين التاني اللي هيحاسبنا هو ربنا وهيحاسب كل واحد حاسب عمله وكل واحد حاسب نواياه لكن هو وحده اللي ليه حق الحساب ده وحق الدينونة القاب أعطى لابن كل الدينونة فإذا كل واحد مننا سيعطي عن نفسه حسابه لله فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا بل بالحريء احكموا بهذا اللي يوضع للأخ مصدمة أو معصرة ده اللي أنا بقول لكم إن احنا لما بن دين الناس أو نحكم على تصرفات الناس أو دوافع هذه التصرفات احنا بنسبب عصرة للناس وعصرة اللي حوالينا عصرة اللي حوالينا يعني يا ما ناس خلوا أولادهم ضاعوا بسبب إنهم يكلموا كلام وحش عن الكنيسة سببوا عصرة لأولادهم وضعوا أولادهم مين مسؤول عن الولاد اللي ضاعوا دوله يا ما ناس سبت الكنيسة بسبب كلام حد من أصحابه مين مسؤول عن الناس دي وإله لمن تأتي بسطة العصرات كامل بوزة الرسول إن عالم ومتيقن في الرب هو أنه ليس شيء ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فلا هو نجس يعني أصلا خلقة الله كلها طهرة صحيح في العهد الأديم كان ربنا قالوا ما تاكلوش ده نجس وتاكلو ده طاهر كان في العهد الأديم عايز يعرفهم يعلمهم إن فيه حاجة اسمها خطيئة وحاجة اسمها قداسة لكن في حياة الأمر خلية ربنا كلها طهرة هو ربنا يخلق حاجة نجسة يا جمعة هو ربنا ما يخلق يخلق حاجة نجسة ولكن البورس الرسول يقول حكاية نجسة مش نجس دي أنت بتاعتك أنت يعني أنت شايف الخنزير نجس ماشي سيدي دي حاجة بتاعتك شايف الخنزير مش نجس دي حاجة بتاعتك عايز تاكل الخنزير كله مش عايز تاكلو ما تاكلوش لكن أنت لو كلتوا أو ما كلتوش أنا ملياش حق أحكم عليك أنا غلطان ملياش أي حق أن أنا أفكر أنت عملت إيه ده حاجة بينك وبين ضميرك وبين ربنا فبيقول كده إيه ليس شيء نجسا بذاتي إلا من يحسب شيئا نجسا فلا وهو نجس فإن كان أخك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة المشكلة ضعف المحبة لما يبقى مفيش محبة نبتدي نحاكم بعض علشان ده أكل وده ما أكلش وده عيد وده ما عيدش وحاجات كثيرة تدخل رفايع كثيرة في الموضوع لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأكله على رأي يقول لسه الرسول قال إن كان أكل اللحمة يعصر أخي فلن أكل لحمة إلى الأبد فبلاش تخلي حاجات سبب عصرة وسبب انقسامات في الكنيسة فلا يفترع على صلاحكم لأن ليس ملكوت الله أكل مشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس الموضوع الجوهري هو ملكوت الله ملكوت الله مش هي الحاجات دي ملكوت الله هو البر والسلام والفرح في الروح القدس لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس عدد 19 فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض نفسنا فعلا يبقى فيه سلام بين كل أولاد المسيح نفسنا يبقى فيه بنيان بعضنا لبعض لا تنقض لأجل الطعام عمل الله كل الأشياء طاهرة كل الأشياء طاهرة لكن شره للإنسان الذي يأكل بعصرة يعني إيه أنت ضميرك سمحلك تأكل الأكل ده وأنت مستريح وحاسس فيه سلام بينك وبين ربنا خلاص ما تخلفش ضميرك ما تخلفش ضميرك لكن أنا ما ليش دعب الموضوع ده ده حاجة بينك وبين ربنا ده كلام برصة رسول بركت لكن ما تاكلش حاجة وأنت ما تشكك يعني النهاردة ما ترويش تقول أبونا معنى كلام أبونا أننا لو كانت بركي بقى ما فيش مشكلة وتروح تاكل بركي وأنت ما تشكك لا إذا كانت تشكك ما تاكلش لكن لو أنت مستريح كل هنيا بالهنة والشفة ودي حاجة بينك وبين ربنا أقول لكش كل ولا ما تاكلش أقول لكش كل ولا ما تاكلش ومحكمش عليك أنت كلت ولا ما كلتش ومش هيختلف معاكم مش هنقسم على بعض لو أنت كلتها أو ما كلتش أو لو أنت كلتها أو ما كلتش يعني فهو بيقول كده إيه كل الأشياء طهرة كل الأشياء طهرة لكن شر للإنسان الذي يأكل بعصرة يعني يأكل وضميره متشكك يعني مثلا في الصيام الكبير في الصيام الكبير كل الأشياء طهرة لكن لما يجي واحد يقول لك أكل أشياء طهرة طيب أنا هاكل فراخ في الوقت ده وضميره تعبوا جدا طيب ليه تماما أنت ضميرك مش مستريح أنك تاكل الموضوع ده يعني لكن في واحد تاني يقول لك لا أنا مش هصوم وبيأكلهم مستريح دي حاجة بتاعتهم برضو مش أنا اللي هحكم عليه محدش هيحكم على التاني ده كلام بولس الرسول عشان يبقى فيه محبة وفيه بنيان بنقول للناس ايه الصح او ايه اللي احنا شايفينه في الإنجيل ايه اللي شايفينه في الإنجيل ولكن مش احنا اللي هنحكم على الناس فيه فرق بين الحق المعلن في الكتاب المقدس وفيه الفرق وبين الرأي الشخصي وحكم الشخصي على الناس حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيء يصطدم بها أخوك أو يعصر أو يضعف خلي بالك أنه مهم جدا لا تعملش حاجة سبب عصرها للناس لو أنت هتعمل حاجة والسبب عصر الناس هذه بقى مشكلة أكبر لك إيمان فليقل لك بنفسك أمام الله يعني تليك اقتناع معين فده بينك وبالربنا يعني فيه واحد مثلا يقولك أنا في السام العدرة ما تقولش سامك ده حاجة بينك وبالربنا ده عقدتك كده وأنت مقتنع بكده مشتريح بكده حاجة بينك وبالربنا ما يجيش واحد يقولك لا ده السام ده درجة ثالثة ولازم تأكل فيه السمك عشان تخصصه وتميزه عن الصوم الكبير والطقس بيقول كده والعقيدة بيقول كده خلاص أنت مستريح أن الصوم العدرة ما تأكلش فيه السمك وده أميرك مستريح على كده حاجة بتاعتك بينك وبالربنا أو فيه واحد تاني يقولك أنا في السام العدرة بأكل سامك برضو حاجة بينك وبالربنا مش هو ملكوت الله مش هو مش هي دي اللي هتحدد ملكوت الله يا جماعة ملكوت الله فرح بر سلام في الروح القدس فهنا بولس الرسول عايز يقول إيه؟ أصل فيه حاجات معلنة في الكتاب المقدس وحاجات يعني يعني ما أقدرش إن أنا أحللها أو أحرمها ذاكرة بينا أحللها أو حرمها لكن فيه حاجات اللي بيسموها الجري إيريا جري إيريا يعني إيه؟ يعني ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده لو عملتها كده مش غلط لو عملتها كده مش غلط يعني لو جيت في الصوم العدرة أكلت سمك مش غلط لو جيت في الصوم العدرة ما أكلتش سمك مش غلط دي اسمها الجري أريا ما يخليش الحاجات دي هتقسمنا مع بعض ما يخليش الحاجات دي سبب دينونا إيدانا لبعضنا طوبة لمن لا يدين نفسه فيه ما يستحسنه يعني إيه يعني طوبة للإنسان اللي يعمل الحاجة وهو ضميره مستريح لأن ده بقى عايش في السلام ده ملكوت الله السلام فعلا إن واحد عايش في السلام يعني يقول لك أنا بيني كده أنا حاسس بالسلام بينه بالربنا فما روحش أنا أشككه بقى أما الذي يرتاب فإن أكل يدان لأن ذلك ليس من الإيمان وكل ما ليس من الإيمان هو خطية أعتقد أننا محتاجين هذه الأيام أن نحن نتخلى عن العقلية أو اللي هي بتديني الآخرين وبتنزل الآخرين نظراتهم الصح أنت مليكش دعوة الآخر ده مقبول قدام الله أو غير مقبول أمام الله ولكن لكن كل شيء بالسلام كل شيء ما هو للبنيان بعضنا لبعض ربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر